هل تبحث عن السعادة في الدنيا؟ إذا كانت الإجابة نعم فستمع إلى هذه القصة القصيرة وستعرف السر إن شاء الله الرجل العجوز في القرية يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة وكان أتعس شخص على وجه الأرض حتى أن كل سكان القرية سئموا منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبية وقد كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان فسوء حظه أصبح معديا ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله لكن وفي أحد الأيام وحينما بلغ العجوز من العمر ثمانين عاما حدث شيء غريب وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار الرجل العجوز سعيد اليوم إنه لا يتذمر من شيء والابتسامة ترتسم على محياه بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت تجمع القرويون عند منزل العجوز وبادره أحدهم بالسؤال ما الذي حدث لك؟ وهنا أجاب العجوز لا شيء مهم لقد قضيت من عمري ثمانين عاما أطارد السعادة بلا طائل ثم قررت بعدها أن أعيش من دونها وأن أستمتع بحياتي وحسب لهذا السبب أنا سعيد الآن العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة لا تطارد السعادة بدلا من ذلك استمتع بحياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر